وصفة النهاردة هي الميني بيتزا المنقذة اللي بتمفع معينا في كل وقت وفي كل مكان لو رحين بقى المدرسة أو التمارين كمان لو محتارين تفتروا كده الصبح بايه مع كوباية الشاي وكوباية النسكافيه هتبقى لذيزة وحلوة جدا هنعملها بطريقة بسيطة مكوناتها يعني أبسط من كده مش هتنقو تحفة وبتطلع طرية وحلوة قوي طعمها بجد زي اللي احنا بنجيبها من المخابس بالزبط ويمكن أحلى لأن احنا متأكدين ومسكين من الحاجات اللي احنا حطناها فيها ومتأكدين من نظافتها فلازم تجربوا الوصفة دي متأكدة ان هي هتنجح معيك وجدا وهتعملوا منها كمان كمية كبيرة تقدروا ان انتوا تخزنوها وتحطوها في الفريزر وتطلعوها وقت من تحبين جاهزة على الاكل على طول لازم تجربوا الطريقة دي متأكدة ان هي هتعجبك جدا تنسوش بقى اول ما تجربوها تبعتولي على طول لو اول مرة تشوفوني انا اسمي اسماء ودي القناة بتاعتي ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا لو اول مرة تشوفوا القناة وبس كده يلا بينا نبدأ على طول اول حاجة هنحتاجها كباية من الماية الدفين هنحط عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم كده ندوابهم مع بعض ونسيبهم يعني خمس دقيق نتأكد بس ان الخميرة شغالة هنحضر بقى عندي هنا ثلاث كبات من الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكينج بودر ومعلقة صغيرة من الملح وهنقلبهم برضو كده مع بعض عشان يتأكد ان البيكينج بودر اتوزع كويس على كمية الدقيق كلها هنحط بقى على خليط الخميرة والمية والسكر ربع كباية من الزيت معلقتين كبار من اللبن البودرة بيفرق جدا في العجينة دي وبيخليها طرية وحلوة ويندوابهم بقى مع بعض كده هنحط بقى دلوقتي المواد الجافة الدقيق والبيكينج بودر والملح ومتستغربوش ان احنا مستخدمين بيكينج بودر وخميرة اللي اتنين هيخلوا العجينة هشة جدا وطرية ومتبقاش نشفة هنقلب بقى العجينة دي كده كويس مع بعض وممكن تعجنوها على اديكو او في العجينة انا حسيت ان العجينة بصراحة بسيطة ومش يعني محتاجة بقى جهد يعني كبير فعجنتها على ايدي 10 دقايق كده تفضلوا تعجنوا فيها لحد ما تلمى معاكو لو حسيتوا ان العجينة نشفة قوي يعني مش طرية كده وبتلزق شوية في اديكو زودوا لها ربع كباية مية كمان لحد ما تبقى طرية خالص معاكو احنا اعاديين العجينة كل ما تبقى طرية في اديكو كل ما تديكو نتيجة حلوة جدا والبيتزا تطلع طرية في الفرن ومتبقاش نشفة بصوا شايفين القوم ده هو ده كده القوم اللي انا عايزي هحط بقى في البولة علاقة زيت ودهنها بيها كويس عشان ما تلزقش بقى في البولة نغطيها ونسيبها بقى في مكان دفي ممكن تشغالوا المايكرويف كده لمدة دقيقة او الفرد وتطفو وتحطوها بقى جوا لحد بقى ما تخمر يعني هتاخد معيكو ساعة لربع او ساعة بالكتير قوي وهتبقى جاهزة هنحضر بقى الحشوات بتاعة البيتزا عندي هنا هدوك قطعتوا كده شرايح وفيعة ممكن تستخدموا بقى اي نوع حشوات انتو حابين قطعت كمان فلفل اخضر والتماطم لو حابين انتو تحطوها اهم حاجة انتو تشيروا البزر منها والمية وتستخدموا التماطم تكون ناشفة كده شوية عشان بس ما تعملش مية كتير على البيتزا حطيت كمان ميكس من الزتون الاخضر والاسود هنا بقى العجينة بعد ما خملت شايفين الضعف حجمها وبقت يعني هشة كده وحلوة قوي دي بقى الخطوة اللي انا بحبها ان انا اديها بوكس كده وافرر منها اي هاوي بصوا يا جماعة العجينة قطنة كده في ايدي بجد هشة جدا هقسم بقى العجينة دي على نصين وهي قد النص الاوليني اكوروا كده تاني وارجعوا البولة واغطيه اهم حاجة عشان ما يشافش لحد بقى ما اعمل الجزء التاني بفردوا بقى كده بالنشابة مش محتاجين لنرش دقيق ولا زيت ولا اي حاجة هي العجينة طرية بتتفرد معانا على طول انا فرتتها بسمك رفيع شوية وجبت القطاع بتاعت المعجنات او الدوناتس دي وببدأ ان انا اقطاعهم كلهم قد بعض انا بحب الطريقة دي اكتر في الميني بيتزا عشان بيطلعوا كلهم نفس المقاس ونفس الشكل بس انتوا ممكن تعملوهم بالطريقة العادية تكوروا كور صغيرة وتفردوها كل واحدة لواحدة هياخد بقى الميني بيتزا اللي احنا قطعناها وهرصها في الصينية من غير برضو ما دهنها ولا اي حاجة اهم حاجة الصينية ما تكونش بتلزق منكم وهبدأ ان انا اضغط عليها كده من النص عشان ما تتنفخش وحاول بقى ان انا احط الحشوة في الجزء اللي انا ضغطت عليه ده بالشكل ده كده بعملها زي حواف كده وهحط بقى دلوقتي عليها الصلصة انا مستخدمة صلصة بيتزا يعني كنت عامليها قبل كده جاهزة في البيت شايلها في التلاجة لو مش عارفين الطريقة بتاعت صلصة البيتزا هحطلكو الفيديو اللي انا كنت عامليه فيها قبل كده بصوا يا جماعة بتطلع خطيرة وممكن تجيبوها اللي هي العلة بالجاهزة ما فيش مشكلة ممكن تحطوا كاتشاب يعني براحتكو خالص وبحط بقى معلقة صغيرة كده على كل واحدة فيهم وهي بفردها بقى كده على العجينة كلها شايفين الجزء اللي احنا ضغطنا عليه ده سهل ان انا افرد الصلصة كويس وهي بقيت على العجينة كلها كده ودلوقتي بقى تبدأوا تحطوا الحشوات حطيت بقى على كل واحدة كده الهدج والزتون والفلفل والتماطم حطوا بقى الكمية اللي انتوا حبينا واخر حاجة بحط بقى الجبنة المودزرلة من فوق كده وما تكتروش قوي عشان ما تسحش وتتحرق بقى معيكو في الصناية هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 220 هيعودوا 12 دقيقة وربع ساعة بالكتير قبل هعمل بقى الشكل التاني معيكو انا عندي برضو القطاعين على شكل وردة ممكن بقى تعملوها باي اشكال انتوا حبينها عشان يعني تبسطوا بيها الولايات كده وتفتحوا نفسهم على الاكل بصوا يا جماعة طلع شكلها بجد كيوت وحلوة جدا يعني حسيت ان انا هو انا لي مش بعملها بشكل الوردة على طول وعملتها بقى بنفس الخطوات حطيت السلسة والحشوات وكمان فوقيها الجبنة المودزرلة تلهت بقى من الفرن عايز اقولوكم انتوا هتشموا ريحة يا جماعة خطيرة بجد ريحتها كانت حلوة جدا بصوا هي كانت سخنة بس انا مقدرتش بصراحة ان انا يعني استنى عليها عايز اوريها لكو كده على طول والجبنة بقى بتمت كده بصوا جد كان شكلها حلوة قوي كأننا جايبينها من المغبس بالزبط مفيش اي فرقة عنها والسوا بتاعها مزبوط شايفين من تحت كده واغدة يعني ارمشة كده بسيطة وحلوة قوي وفي نفس الوقت في النص طرية والجبنة بقى بتسيح وبتمت كده وطعمها بجد يا جماعة كان خطير بجد ده كتبه المنظر ده بالنسبة لي يعني جوع اصلا لواحده بصوا قد ايه العجينة هشة جدا وخفيفة مش مكتومة كده او نشفة بجد دي انجح طريقة هتعملوا بيها عجينة الميني بيتزا وتطلع معيكو طعمها خطير وحلوة قوي انا طبعا ما استنيتش لازم اكلها كده على طول وهي سخين بس كده حطوها بقى على الفطار الصبح وانتو بتسربوا الشاي او القهوة بتاعتكو ممكن كمان انتو حطوها في اكياس وتخزنوها في الفريزر لاي وقت بقى تطلعوها وتسخنوا منها وتاكلوا منها على طول وعيد اقول لكم والله بجد دي احلى ميني بيتزا انا عملتها في البيت وبعد كده هتبطلوا ان انتو تشتروها من بره تاني كمية العجينة اللي احنا عملناها دي طلعت معي ميني بيتزا كمية كبيرة جدا يعني عملت معي حوالي 30 او 35 واحدة بيتزا تقريبا فاكت كمية حلوة جدا على كمية العجينة او كمية المقدير اللي احنا بستخدامينها فيعني وصفة موفرة واقتصادية وبجد لازم تجربوا الوصفة دي متأكد ان هي اتعجبكو جدا وبس ده كان فيديو النهاردة ما تنسوش اهم حاجة ان انتو لو عجبتكو الوصفة تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا لو اول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتي واشوفكم تاني على خير قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة